مرحبا بكم تقول صحيفة أوجودويلو مغاك منحت المجلة المالية شهيرة وورد فنانس جائزتين للتميوز للمغرب من أجل مبادرة وصال كابيتال يتعلق الأمر بجائزة صفقة اجتماعية لسنة 2014 من أجل مشروع وصال الدار البيضاء الميناء وجائزة معاملة الصندوق السيادية من أجل صندوق المغربي للتنمية السياحية تم تسليم الجائزتين لوزير الاقتصادي والمالية محمد بوسعيد على هامش مؤتمر حول الاستثمارة بالمغرب انعقد في قلب الحي المالي للندن لكن أين الزعماء في عنوانها تتسأل أسبوعية لانوفيلتخيبونة التي تتحدث عن غياب الأحزاب السياسية وقدتها مسألة تؤرق عددا كبيرا من المواطنين المغاربة الذين يشعرون بأن العطلة لم تنتهي بعد لا جديد بهذا الخصوص عدل أصداء المدوية للسجالة والشجار الذي ميز افتتاح الدورة التشريعية الخريفية وما تخبرنا به صحفة الحزبية حول الأنشطة الداخلية أي أن اللجنة المركزية والمكاتب السياسية تجتمع دائما هذا حال المعارضة ونفس الأمر ينطبق على الأغلبية حسب الكاتب بصرف النظر عن تدبير شون الروتينيا هناك شعور مؤلم بغياب السياسة السياسة بمعنها النبيل من جهة أخرى نقرأ في هذا المقال الصدري بجريدة الاتحاد الاشتراكية كشفت دراسة حديثة حول سوق العقارة بالحواضر المغربية أن اقتناء عقار جديدة في ضواحي المدن الكبرى قد يمكن من توفير يصل إلى 52% وفي مقال بجريدة الأحداث المغربية نقرأه كيف يستفيد المغرب عمق واحكما من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه شهر نوفمبر المقبل في مراكش يرى الكاتب أن هناك رهنة عديدة كبرى تنتظر الموعد وتنتظر عقده بالتحديد في بلادنا من جهتها تكتب شروق الجزائرية لم ينلقاء جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية نصيبه من التحليل فقد كان مفاجئا لأنه جمع بين قطبين ظل متنافرين لفترة طويلة رئيس الوفدين عمار سعداني ومحندم قران شريفي يصيران اليوم على الحديث عن تقارب بين تشكيلتي الأفلان والأففاس تضيف الصحيفة الغريب في الأمر أن لا أحد في الساحتين السياسية والإعلامية تسأل عما يبرر هذا التقارب ضد منطق الأشياء ونقرأ في يومية الخبر منعة الجزائر والقاضي الفرنسية مارك تخيفيديك ووفد الخبراء المرافق لها من أخذ العينة المستخرجة من جمجمي رهبان تبحيرين الفرنسيين السبعة إلى فرنسا محامي عائلة الرهبان ندد بما وصفه بمصدرة الأدلة من قبل الجزائر معتبرا أن الأخيرة تعرقل معرفة الحقيقة أما جريدة صباح التونسية فتركز على الانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس ذكرت الصحيفة أن جميع القوى السياسية مستنفرة للحملة الانتخابية بغرض الدفاع عن حظوظ مرشحها ورغم فتور ونقائص البداية والتجاوزات والخروقة إلى أن الحملة استطاعت أن تستقطب الأضواء خاصة مع مظاهر البثخ والبهرجة الاستعراضية بالنسبة للأحزاب الكبرى مقارنة بمظاهر التقشف لأغلب القائمة المستقلة والأحزاب الصغرى في افتتاحيتها تكتب صحيفة المغرب التونسية ثلاثة ويام فقط تفصلون عن ساعة الحزم والكل اليوم يكتم أنفسه في تونس طمعا أو وجلا مما ستفصح عنه سنضيق الاقترع ولكن كيف يتجل المشهد السياسي؟ ونحن قد شرفنا على نهاية الحملة الانتخابية تتسال الصحيفة من جديد هل كنا أمام برامج اقتصادية واجتماعية؟ أم أمام مجبهات إديولوجية وصراع مشاريع مجتمعية؟ الصحفة اليوم تفتح ملف الإرهاب وتقول إن الأخير عاد ليضرب تونس من جديد وقبيل ساعة من اليوم الحاسم في المسار الانتخابي عرفت البلاد وعمليتين إرهابيتين الأولى في قبل تم على إثرها يلقاء القبض على عنصرين إرهابيين والثانية لازلت متواصلة بمنطقة شبا والتابعة لودي الليل من ولاية منوبة والتي يتحصن فيها إرهابيون قاموا باحتجاز عدد من الأطفال والنساء وقاموا بإطلاق النار على قوة الحرس الوطنية انتخابة تونس في دائرة الخوف توعنوا السفير اللبنانية نقرأ تنطلق بعد غدنا الأحد في تونس انتخابة تشريعية تكتسي همية كبيرة ولكن قبل هذا الموعد دب القلق مجددا في قلوب التونسيين بعدما قتل مدني وعنصر من جهاز الحرس الوطني برصاص إرهابيين اثنين ما يفتح الباب على تساؤلت حول احتمال وقوع عملية إرهابية لعرقلة التجربة الديمقراطية وتخبرنا الحياة أن تنظيم القاعدة أعلن تحالفا لقبائل سنية يمنية وأنه يشكل لجنى شعبية في محافظة إيب شكلت تنظيم تحالفا للقبائل السنية لمواجهة الحثين في خطوتنا يعتقد أنها تعزز احتمالات تحويل الصراع السياسي في اليمن إلى صراع سني شيعي تنولت صحيفة الغورديان حادثة إطلاق النار في كندا مركزة على حياة المتهم بإطلاق الرصاص على الجندي الكندي وبمهاجمة البرلمان في أتاوة تقول الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 32 عاما ولد في كندا وتعلم في مدارس خاصة ثم اعتنق الإسلام ربما تأثرا بوالده بالتبني وهو رجل أعمال ليبيا اللفتوان للمتهم سجلون جراميون وسبق سجنه عدة مرات لفترات قصيرة بعد إيدنته في قضايا كالسطو والسرقة والاعتداء حتى أن السلطات سحبت مؤخرا جواز سفره شكرا